السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في فيديو جديد من كورس الكمبيوتر. هتكلم معكم النهاردة عن طبعا موضوع سرعة المركبات ده احنا شرحناه مرتين قبل كده. كل مرة كنا بنشرحه كنا بنعمله بشكل مختلف. النهاردة برضو هي المرة التالتة هنعمله بشكل مختلف وبشكل ابسط من المرتين اللي احنا شرحناه في يوم قبل كده. آآ فهنا طبعا بنستخدم اليولو في موضوع الديتكشن وهنا بتحاول ان هي تأفل اللعبة في موضوع الكمبيوتر فيجن. هم عملوا مجموعة كده من السليوشنز اهو زي ما انت شايف. وجوه السليوشنز دي بقى بيوفروا لك مجموعة من المديولز. فانت مش هتضطرب ان انت تقعد تتعب وتعمل آآ الكود لاين باي لاين زي ما احنا كنا بنعمل قبل كده لحساب سرعة السيارات. تقعد بقى تقول ان السرعة بتساوي مسافة على الزمن وتقعد تعمل تشيك لما بتاع الكار يقرب من اللاين ففي الحالة دي هابدأ اخد السرعة هاخد اللي هو الاول تايم ولما بتاع الكار يوصل لللاين التاني هابدأ اخد التايم التاني لانه انتو عارفين طبعا ان السرعة بتساوي مسافة على الزمن. فالمسافة كنا بنعمل كده وبنفترض مسلا مسافة ما بينهم مش عارف كم متر والتايم زي ما قلت لك كده بناخد التايم عند الفرست لاين والتايم عند ساكن لاين. فكانت قصة كبيرة يعني كده كنا بنقعد نكتب كود كتير. انما زي ما قلت لك هو هنا داخل هما بيحاولوا يوفروا حلول كتير او موديولز كتير اه خاصة بالكمبيوتر فيجن بنوع دي احنا نكتب فيها اكواد كتير هما بيحطها في الموديولز دي وانت مجرد بس بتعمل للموديولز دي وتحدد اللي انت عايزها. صبغة عايز تحدد عايز تحدد عايز تحدد عايز تحدد معين. حاجات بسيطة جدا جدا بتحددها ويبدأ ان هو آآ يعمل لك الحاجة اللي انت عايز يعني ويحسب لك السرعة. طبعا هما مش بس يسهلوا الحلول او عملوا للسبيد استميشن لا ده هنشوف كده في الفيديوز اللي جاء ان شاء الله ايه الحاجات اللي هما بيحاولوا يختصروها يعني زي ما انت شاء كده قدامك الكود بس كود صغير جدا جدا بيحسب لك سرعة المركبات يعني. ولكن طبعا تلعا ده قبل ما تبدأ في اي كود لازم تعمل تشيك على انت بتستخدمه وتتأكد ان انت بتستخدم اخر منه. هنا انا اول الحاجة بعمل تشيك على اه الخاصة بيه او الخاصة بتقول علامة تعاجب فيجيب لك بقى كل الديتيلز فدي اللي انا بستخدمها لازم تستخدم دي عشان لو استخدمت اقل من دي هتلاقي انه هنا بيديك على اللاين ده. تمام? فدي كل الخاصة بالتأكد بس ان عندك يا ايه بوينت وان بوينت وان. تمام? بعد ما اه تعمل شو لقيت ان هي اقل من اللي موجودة دي. تبطر ان انت تعمل وتنزل اخر موجودة عندك من خلال اللاين اللي قدامك ده. علامة تعاجب. هيبدأ ان هو ينزل لك اخر من الالتراليتكس. وبالنسبة للكود الموضوع بسيط جدا يعني. هنا بقى من الالتراليتكس هنجيب اليولو من الالتراليتكس دوت سليوشن هنجيب الموديول ده اللي هو الستيميشن. وهنا جيبنا سيب في تلو. بعد كده هنا بجيب النانو من اليولو لانه زي ما انتم عارفين بشتغل على. وبعد كده هنا بتبدأ برضو بجيب الكوكو. لان زي ما انتم فكرين قبل كده برضو كنا عشان نجيب الخاصة بالكوكو داتا سيت كنا بنجيب كده الملف نفسه اللي هو ونقعد نقرأه ونخزينه في الكلام ده. هنا برضو بيوفر عليك اهو. فانت هنا تبقى دربات جيب الخاصة بالكوكو داتا سيت مجرد ما انت بس بتقول موديل دوت موديل دوت فالنمز ده اللي هو ده حاليا متخزن فيه التمانين كلاس بتوع الكوكو داتا سيت تمام? والباقي ده بقى كل حاجات يعني هنا بقى بنبدأ نعمل ده الفيديو اللي احنا هنشتغل عليه او هنقرأ منه الفريم. تمام? آآ فهنا طبعا بعمل هنا طبعا بنعمل الكود ده مش انا اللي كاتبه. الكود ده موجود هنا في بتاعتهم يعني. تمام? هنا هو ده الكود او. آآ فهنرجع تاني. هنا طبعا بيعمله اسرت على الكاب دوت از اوبن. يعني هنا بيعمل آآ تشيك على الكاب. بيشوف هل الفيديو دوت فعلا موجود عندك ولا لا. عشان لو مش موجود هيبدأ ان هو يعمل لك ريز للارور ده يقول لك ان الفيديو بتاعت مش موجود. وهنا طبعا بقى بيبدأ يجيب بقى الكاب دوت جيت آآ اكس وهنا طبعا الاكس دي بتعمل فور لوب على بتاع الفيديو بتاعك وكمان على الهايت وكمان على تمام? وطبعا الكلام ده كله بيتحاول لانتجر وبيجي يخزل لك هنا الوئيز والهايت والاف بي اس. طبعا دول نستخدمهم عشان نحتفز بالنتيجة بتاعت الأضبط. من خلال هنا por beter بتحدد الاسم بتاع الفيديو اللي انت هتحتفز به. وهنا بتحدد والف بي اس اللي انت جيبتم من هنا. اللي هو السرعة بتاعت الفيديو اللي اللي هو آآ هتحفز به. وبرضه بتحدد向dir والهايت والويت بتاع الفيديو الاصلي. طبعا الكلام ده كله يعني عارفين ازاي ان احنا بنحتفظ بالكود وهنا برضو نفس بتاعهم انا مغيرتش فيه انا اخد الكود من عندهم اه هنا بتحدد بقى اللاين عشان ترسم اللاين محتاج نقطتين. ادي اول نقطة اللي هي الاكس والواي ودي النقطة التانية. بعد كده هنا بقى بتبدأ تجيب الكلاس اللي اسمه اه طبعا هنا من اللي حاجبناه من هنجيب لو انت عايز تشوف الكود اهو ده الكود. ده الكود بتاعهم اللي احنا ده الموديول اللي احنا بنستخدمه. اللي هو تمام? والكلاس اللي احنا عملنا له دلوقتي هو الكلاس ده. اللي هو طبعا الكود ده انا اشرحولك قبل كده هنا جوه في مجموعة هنا في مجموعة آآ وهنا بقى في تانية اسمها بتبدأ تبعت الخاصة بتاعتك والنزج. وزا كنت انت هتعمل بتاعتك اولاها بتبدأ كمان تحدد اللي هو الصمك بتاع الاين والصمك بتاع الاريا وهنا آآ الخاصة بيه الاعتقد دي الخاصة بالسنتر بتاع الكار او بتاع الاوبجيكت مع الاين. تمام? لانه هنا بيحسب السرعة اول ما بتاع الكار تعمل مع الاين او تقرب من الاين مسلا بمقدار عشرة بيكسل. تمام? طبعا الكلام ده هتشرحينه كتير قبل كده. لو انت يعني خدت الكود ده وتقرأته اعتقد هتفهمه. بس شرط ان انت تكون شفت الفيديوز اللي عملناها قبل كده يعني. لان الكلام ده كله وشرحينه يعني في الكورس بتاعنا هنا عامل اسمه بيبدأ بانه هو يعمل تراكينج وهنا بقى بيقعد يعمل تشيك على آآ الكار بتاعتك ازا كانت هي داخل الفريم ولا خارجة من الفريم يعني بيعمل تشيك على الان والاوت وبيهندل كمان موضوع ان هي لو جاء من مختلف بيعمل بيعمل لها تشيك برضو اللي هي انوين وهنا ده اللي هو الخاص بالتراكينج بيبدأ ان هو يعمل له عشان آآ يشيل يعني اللي بتكون موجودة في البداية برضو الكلام ده كله شرحينه قبل كده وهنا بيبدأ بقى يعمل من خلال الانوتاتور وهنا بيحسب السرعة وزا انتم عارفين طبعا هنا ده عشان يحسب السرعة لازم الاول يعمل تشيك هنا ان الاتقار جاية او اوت من الفريم نفسها يعني فهنا بيقعد بقى ياخد بتاعت اللايين ويقارنها مع الكوردناتس بتاع الخاص بالفيكن نفسها واحنا طبعا بقول لك سريعا كده بعرفك ان كلها حاجات احنا شرحينها قبل كده مش بس بقول لك ان احنا بنستاني الكود جاهز وخلاص لأ كل الحاجات دي مشروحها قبل كده هنا طبعا آآ بيبدأ بيحسب السرعة وزا انتم عارفين اقول بتساوي اللي هو المسافة على الزمن وكزا بقى هنا بيعمل استميطة وقت للسبيد انسون كله يعني حبيت توريك الكود عشان لو انت حابب تبص عليه يعني آآ نرجع تاني للكود بتاعنا خلاص جبنا الكلاس اللي اسمه زي ما انتم شفته ان الكلاس ده كان جوا فونكشن اسمها ست ارجمنتس فبتقدى بقى تحدد بتاعتك هنا اول ارجمنت بنحدده بنحدد الكوردناتس الخاصة اللي هي بتاعتنا اللي احنا حددناها هنا فهو ياخد منك الكوردناتس دي ويبدأ ان هو آآ يرسمها على الفريم بتاعتك بس هنا ممكن انت تحسن على الكود ده بقى وتخلي اليوزر هو يعني انت هترنى الكود عادي تمام انت هنا مش هتبعت او مش هتحدد هنا آآ او مش هتعمل لللاين بتاعك لأ انت هتخلي اليوزر لما الفيديو يكون شغال هو اللي يحدد بنفسه على الفريم والبوينتس دي تبدأ يعني يعمل ما بينهم ويرسم لك اللاين كلام ده كنا عملنا قبل كده من خلال الماوس كول باكس لو انتم فاكرين يعني في الفيديو بتاع الباركينج كنا بنعمل حاجة زي كده يعني تمام طيب آآ هنا قلنا خلاص حددنا اللاين وبعد كده بنحدد الخاصة بالكوكو داتا سيت اللي هي اللي احنا كنا جيبناه من هنا وكمان بنديله هنا بقول له يعني زهر له النتيجة بتاعتي كده احنا عملنا دي الحاجات الخاصة باللسبيد تمام اللي هي دي بعد كده بقى بنبدأ ان احنا نفتح آآ نقول هنا يعني طول ما انت عندك آآ فريم ابدأ ان انت او هنا بنعمل يعني آآ او عشان نبدأ نقرأ كل الفريم اللي بتيجي من الفيديو هنقول لكاب دوت ريد والفريمز طبعا بتكون متخزينة هنا وهنا بنعمل تشيك على يعني بنشوف في فريم ولا ما فيش فريم عشان لما فيش فريم هيبدأ يعمل لك اللي قدامك ده وبعد كده هنا طبعا اللي هما استخدموا في الموضوع هنقول اللي هو الموديل بتاعنا اللي هو آآ الموديل ده تمام آآ طبعا احنا شرحنا الفونكشن دي قبل كده عارفين ان آآ بيرجع وبيرجع لكل يعني فهنا هنعمل على الفريم بتاعتنا عشان يفضل ان هو يعمل اللي هو بتعمله ان هو يفضل يعمل على بتاعك في كل طبعا دي هنفهمها بشكل كويس اكتر لما نيجي نشرح الماس الخاص بي قريبا ان شاء الله آآ وهنا تمام دي اللي هو الخاصة يعني اللي هو دي خاصة آآ وهنا هيرجع لك بقى الخاصة بالتراكس آآ اللي انت هتبدأ تبعثها للسبيد استيميشن ها طبعا جبنا الانفورميشن الخاصة بالتراك اللي قلنا عبارة عن الباونينج بوكس والاي دي الخاص بكل باونينج بوكس بعد كده هنا هتقول اللي هو السبيد هنا اللي انت حديدتها هتستخدم بقى هنا الاستيميات وتبدأ تديله الفريم نفسها وتديله هنا الانفورميشن الخاصة بالتراكينج وبس بكل بساطة انت كده خلصت بتخديد يعني هو هنا طبعا هناك في في score اللي انا ورّتول لك من شواء المهديول اللي هو على جيتهاب ده هو بيبدأ يعمل وهيبدأ يعمل في جليز بيبدأ يعمل كل حاجة يعني انت هنا بس لو عايز تحتافظ بالنتيجة بتاعتك بتقول فيديو اللي هو الفيديو اللي حددنا هنا عشان ياخذل لك يعني بتاعتك فبتديله هنا أو الحاجة اللي هو يحتفظ بيا يعني تمام وهنا بقى وبتغفل القامرة يعني وهنا بعد ما بيخلص هنا ويحتفظ الفيديو بتعمل برضو ريليز هنا عشان تقفل اي وندو مفتوحة يعني. تمام? ده الموضوع ببساطة. خليني كده هرامني معك الكود ونشوف الريزلت. في الفيديوز اللي جاء ان شاء الله زي ما قلت لك كده هنحاول نشوف اللي هم عملوها اكتر. لان حاجة زي كده بتسهل علينا يعني اكتبت اكواد كتيرة. زي ما انت شايف كده بعدد قلال جدا من الاسطور يعني انت اصلا ممكن تفلتر كل الكلام ده لو انت مش عايز تحتفظ بالفيديو. فهتمسح الجزء ده. فهتلاقي ان هو في الاخر صفصفة على العدد قلال جدا من الاسطور يعني. تمام? طيب دي شكل زي ما انتو شايفين كده. ده اللاين زي ما قلت لكم ما عدلتش فيه. اه بيعمل وبيحدد اه ده ده هو انا بيقولك ان دي كار. فهنا ده طبعا زيرو لان ده بيقولك هنا لسرعة زيرو يعني. لان هو اصلا لما عملنا اه الكار دي كانت عدت اللاين. عشان تحسب عشان يحسب السرعة هنا لازم الكار السنتر بتاعي عد باللاين. انما دي عشان عشان ما عدتش فعشان كده ما حسبش السرعة. زي ما انت شايف دي حسب لك السرعة بتاعتها بيقولك اه طبعا زي ما انت شايف هنا السرعة مش منطقية. واكيد انتو عارفين السبب. السرعة مش منطقية لان انا شغال على فبالتالي هنا عدد قلال جدا. ممكن تلاقي مثلا اللي هو اه او فريمبر ساكند. انما لو انت عندك جي بيو فيكون عندك تقريبا سبعة وعشرين فريمبر ساكند او تلاتين فريمبر ساكند. يعني هتلاقي الفيديو بالسرعة الطبعية بتاعته. فبالتالي هيحسب السرعة برضو الحقيقية بالنسبة للكار. وبرضو هنا بستخدم النانو بيرجم من اليولو في ايت لو انت استخدمت الاكس او استخدمت الميديم. هتلاقي ان هو بيعمل بشكل افضل. وكمان بقى ممكن يعني تلعب في بتاعك. وممكن تستخدم الصحي الالجوريزم عشان بتاعها بيكون صغير. فكل الحاجات دي احنا شرحينا في الكورس بتاعنا يعني الناس اللي بتابع الكورس بتاعي اول باول بتقدر تعمل حاجات كتير في الفيديو ده. تمام? وزا ما انتم شايفين كده برضو اللي هو الخفيف ده اللي هو بترسم من بتاع الكار نفسها. فهنا بيقول لك طبعا سرعة غير منطقية هنا تلاتة هنا اربعة خلاص بعرفنا السبب. ده بالنسبة للفيديو بتاع النهاردة. يبقيت طبعا هسيبه لك تحت في الديسكريبشن عشان تجربه بنفسك. لو في اي حد عنده سؤال يسيبه في الكومنت وشكرا والسلام عليكم.